مرحبا بكم في شرح قواعد المرور في هولندا الدرس التالت درس اليوم عن جميع أضواء السيارة وأوقات استخدامها فينا نلخص كل شي بدنا نحكي بالإيجابة على سؤال واحد ما هي الإضاءة التي يجب أن تتوفر في السيارة وليها التلاة التي يجب أن يكون فينا سوف نحكي عن جميع هذه الأدواء بالتفصيل الشرح رح يكون باللغتين العربية والهولندية تابعونا نبدأ مع أول ضوء الديمليخت الضوء العادي أو الواطي عن التشغيله بيضوى هذا الرمز بتابلو السيارة لازم نحفظ الرموز الخاصة بالأدواء بشكل جيد ممكن تجي أسئلة بتتعلق بالرموز مثلا بيحطوا أربع رموز والسؤال بيكون أي رمز بيناتهم بيدل على الديمليخت أو على الخروط ليخت أو أي ضوء طيب الديمليخت هو أكثر ضوء يتم استخدامه بين جميع الأدواء أثناء القيادة هذه أول معلومة لازم نعرفها ويجب إشعاله يعني أنت ملزم مش أنه فكر شغله أو ما شغله لا يجب إشعاله في الظلام وعنده ضعف الرؤية طيب شو هي الحالات يلي بيكون فيها ظلام وضعف في الرؤية في الليل في النفق في النهار إذا كان الطقس سيئ وعنده غروب الشمس وفي الطريق المغطى بالأشجار الجانبية يعني بيكون فيه أشجار عالية على جانبي الطريق وممكن على جانب واحد تحجب أو تقلل من وصول الضوء أعتقد واضحين بس بدنا نحكي عن الحالة الثالثة شوي في النهار إذا كان الطقس سيئ وعنده غروب الشمس عنده غروب الشمس واضحة ولكن أي متى بيكون الطقس سيئ هني خمس حالات من عدن سوا واحد المطر اثنين العواصف ومن ضمن الرياح تلاتة الضباب أربعة تساقط الثلوج خمسة الجليد بهود الحالات يجب إشعال الدمليخت بيبقى في عنا نقطتين يسمح بإشعال الدمليخت في النهار في أي وقت حتى إن لم تكن هناك ضرورة لإشعاله العدد اثنين من الأمام في ضواين دمليخت بالسيارة من الأمام وهو إلزامي أي يجب أن يكون متوفر في السيارة وشغال مش معطل خروت لإخت الضوء العالي يمنع إشعال الضوء العالي خلال النهار ممنوع نهائيا تحت أي ضرف ويسمح بإشعال خروت لإخت في الليل شرط أولا أن لا يكون هناك مستخدمين للطريق في الاتجاه المعاكس مستخدمين طريق اسمهم فخ براوكرز ومن ضمنهم المشات يعني ما لازم يكون في أي مستخدم للطريق بالاتجاه المعاكس تانيا الشرط التاني أن لا يكون هناك مركبة قريبة أمامك طيب ممكن حدا يسأل قديش لازم تكون بعيدة عني السيارة يلي قدامي بالحد الأدنى 500 متر وما فوق العدد 2 خروت لخت من الأمام وهو الزامي ستاديس لخت ضوء المدينة يجب إشعال ضوء المدينة في حالة الوقوف المؤقت يعني الاستلستان على الطريق خارج المدينة ليلا طيب ليش قلنا استلستان وما قلنا باركيرة لأنه البركيرة ممنوع على الطريق خارج المدينة مسموح فقط لستلستان أما الباركيرة بيكون على جانب الطريق هاو ديحكينا عنهم بالدرس الأول جميع حالات التوقف والوقوف المؤقت رح يظهر رابط الفيديو بأعلى الشاشة وأسفل الفيديو بالوصف موجود رابط شرح قواعد المرور في هولندا فإذن يجب إشعال ضوء المدينة في حالة الوقوف المؤقت لاستلستان على الطريق خارج المدينة ليلا العدد اثنين من الأمام وهو إلزامي دخريليخت ضوء النهار السيارات الحديثة بعد 3 شباط 2011 يجب أن تكون مزودة بضوء النهار والدخريليخت ليس له زر تشغيل فهو يعمل أوتوماتيكيا يعني بشكل طلقائي عند تشغيل محرك السيارة أكيد للسيارات يلي بعد تاريخ 3 شباط 2011 طيب سؤال هل إلو رمز بتبلو السيارة الجواب كلا لأنه أي ضوء بالسيارة بيشتغل بشكل طلقائي ما إلو رمز بتبلو العدد اثنين من الأمام ميست فور ليخت ضوء الضباب الأمامي يسمح بإشعاله يعني أنت غير ملزم فإذن يسمح بإشعال الميست فور ليخت حين تكون الرؤية أقل من 200 متر بسبب الضباب أو المطر أو تساقط الثلوج العدد اثنين من الأمام وهو غير الزامي يعني مسموح تكون السيارة غير مزودة بضوء الضباب الأمامي ولازم نعرف كل الأضواء بالسيارة الزامية باستثناء الميست فور ليخت ميست أختر ليخت ضوء الضباب الخلفي يجب إشعال الميست أختر ليخت حين تكون الرؤية أقل من 50 متر بسبب الضباب أو تساقط الثلوج ولا يسمح بإشعاله بسبب المطر حتى لو كانت الرؤية أقل من 50 متر العدد واحد من الخلف لجهة اليسار وهو الزامي الغماز الرباعي أو الفلاشر يجب إشعاله في الحالات التالية في حال ازدحام السير على الطريق السريع كرميل تنبه السيارات يلي خلفك الحالة التانية عنده تعطل السيارة في حال لم يكن لديك مثلث تحذيري بيكفي وحدة من الاثنين يا أما بتشغل الفلاشر يا أما بتحط المثلث التحذيري خلف السيارة على بعد 30 متر طيب مسموح استخدم الاثنين أي نعم مسموح الحالة التالتة عنده التواجد في مكان خطير يعني مثلا أثناء القيادة صار حادث قدامك لازم تشغل الفلاشر أكيد هو الزامة بالسيارة ريختن أم فيزر إشارة الانعطاف أو الغماز يجب إشعال الريختن أم فيزر قبل تغيير الاتجاه العدد أربعة اثنين من الأمام واثنين من الخلف وهو الزامة أخطر ليخت الضوء الخلفي ليس له زر تشغيل فهو يعمل أوتوماتيكيا عنده إشعال ديمليخت أو الخروط ليخت أو status لخت أو الميس لخت العدد اثنين من الخلف وهو الزامة رامليخت ضوء الفرامل ليس له زر تشغيل فهو يعمل أوتوماتيكيا عند الضغط على الفرامل العدد اثنين وثلاث أضواء للسيارات بعد تاريخ 2001 وهو الزامة أخطر راوت رايليخت الضوء الأبيض الخلفي ليس له زر تشغيل فهو يعمل طلقائيا عند القيادة إلى الخلف العدد اثنين من الخلف وهو الزامة أخطر كنتيك بلاتفر لخت ضوء لوحة التشجيل الخلفية ليس له زر تشغيل فهو يعمل أوتوماتيكيا عند إشعال ديمليخت أو الخروط لخت أو مع الستادس لخت أو مع الميست لخت العدد واحد من الخلف وهو الزامة زي ماركورينغ سليخت أضواء جانبية وهي فقط للسيارات التي يزيد طولها عن 6 أمتار أتمنى تكون حلقة مفيدة وضحنا فيها جميع أضواء السيارة شكرا على المشاهدة وإلى الملطقة في الدرس الرابع كان معكم حسن صفوان دمتم بأمان الله إلى اللقاء شكرا على المشاهدة